بس يضحش ع حدا تاني؟ زا قد البند هو اللي أنا حطت له يضحش أنا بس صار في علاقة أنا و جوه من دي وان قلت له أنا ما اتفكر بالزواج وأصلاً كنت كل انترويو اتطلع فيه قول أنه أنا ما برجع بتجوز مرة تانية زو أنا فيتي بعلاقة توليف مومنت مش فيتي بسيريس ريليشن منشان هيك ما كنت عم فكر بكل هول الأمور اللي بحب يفكر طب وان فكرتو جدياً؟ كنت غرقت وانغرمت وخلاص أنت ما عندك مشكلة بفرق العمر لأنه كمان سنتي أكبر منك يعني أنت بتحب دايماً المرة الأكبر منك بصراحة ما بحب ألا تفضل أكيد بس منه شرط بتفضل أكيد كون أكبر منك ايه ليه؟ المجتمع اللبناني لاتلي المرة اللي مع بتكون شوية نارجة عم بتكون كتير ما بق فيه نوضوج إذا بشوف كل هالبنات كيف سايرين المرة اللي نارجة غير إذا أبداً ولا مرة درت انعجبت أو انغرمت ببنت صغيرة دايماً لازم تكون أكبر منها طب كمان مش شرط أكيد بحياتي كان عندي صحبات أصغر مني بس ما برجع بلك مش شرط هي أي نمبر بالزواج؟ بدك الكذبة ولا الحقيقة؟ ليه في كذبة وفي حقيقة؟ لا أنه في خبة ما فيك تعرفة بس بدي شو زى أنت إذا بدك الكذبة ولا الحقيقة؟ لا أنا بعرف أنه هي يا ثالث يا رابع جاهزة أوكي عم بلك بدك الكذبة ولا الحقيقة؟ الحقيقة بقى اعترافين مع ريسة ما فيك غير الحقيقة حقيقة حقيقة هي رقم أربعة بس هي رقم واحد روح هتضل رقم واحد خبرك شوية شغل على لسان وآدو أول شغلة يعني حقيقة نغر مني ريت تلع هنجت حقيقة أول اتنين كنت صغير كتير كان عمر 20 سنة ما بعتبرو كنت عايش بره وكان هيك مثل ما بيقولوا شجاعة أكتر من أنه تفكير بعق أدي سار عمرك هلا؟ أدي شبتولي أربعين هلأت باطة؟ خاي؟ خمسة وثلاثة لا تقريبا هيك شي طيب ما خلصوا أنت بنت وخايف يوقف نصيبه اه 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 اكتر مني بيعطلها لايكي ريت تلايكي لا لا تجعيد اه؟ خليني خبريك طيب انت من عمر خليني نقول حلوسة 38 أربع جزات شو؟ في سكار يعني لأوين بدك توصل؟ لا أربعة آخر واحدة غناء؟ ما هيبقى معنا مصاري أصلا غناء حتى بنت بالزواج المدني طبعا زواجتوا مدني لأن كل واحد منكن ما بدوا يتخلى عندي إنو جو مسيحي وانت مسيحي أنا ما عندي مشكلة حتى تخلى عن ديني تكرمي المرأة اللي بحبها لأنه الله هو الله إذا عند الإسامة وعلى المسيحية ما ما هو اللي كلهم ديتائل كنت بتعمل شيعي لتاخد غناء أكيد ما بفكر فيها مرتين وليه ما عملت شيعي؟ لأنه زواج المدني بيحفظ زحق المرأة أكتر صراحة حطيتي له بند إذا بيخونك بيدفع مليون دولار؟ أنت حطيت البند؟ بس حياتي على ألف وخمسة أنا بتذكر كاش بالدولار كاش بالدولار ما فيك تخونه ما بدي وبالك ركبت لك شيخياني وأخذت المليون دولار؟ ها هيدا أنا أعلم أفيون هيدا ما في علي أنت كتير شكيك يعني عندك صلوب هايك المؤامرة والشك ووين رح تول جيته بتركب قصة؟ شوي شوي ولا كتير؟ أدا بيزعجك بهيدا الموضوع؟ كان أول شي لأنه أنا كتير حدا بحب حريته ما بحب إنسأل كتير وما بحب حدا يقلي شو بدي أعمل وهي بعدين تعودت طلقيته أهيا أنه بكبع لي أنه هلا قصرت كتير ديباند انت علي انت حجز لي وانت عمل لي وانت سوي لي وانت مدري شو قبل كنت انت 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 وتجو بيعمل شيعي كرمالك تعملي مسيحية كرماله؟ بس تبهي حياتي مانش ضروري تعملي يعني ما عندي مشكلة بتعملي ولا لا؟ ايه يمكن كنت بعمل ايه يمكن كنت بعمل بتحسي أنت بتحبيه أكتر ولا هو بتحبيك أكتر؟ ياه يقتلني هلا إذا بجيوا بعض جوي بسألي لقلوا بحمايته ما هيقتلي لا حتى ذاكري بالمحاولة قتل أو لا؟ لا 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 شو محاولة قتل؟ لا أعداء ومحاولة قتل لأنا شايفة أنه عم بيحبك مؤامرة شو القصة جو؟ أنا هي بتذكر شو محاولة قتل؟ أنا ما قولت حاول تقتلني إذا؟ شو؟ إذا خنته؟ فتك تسفع مليون دولار وتموت؟ لا لا ما في هيك شي لا مع أساس انت عتنيني؟ لا أنا غابقتل ولا بعمل شي هو اللي بقتل أنا لا بقتل ولا بغى ايه تقتل؟ هيدا اعتراف على الهواء لا وعنده أسلوب لا 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 إذا بيخبر كيف بيقتليك عنده أسلوب تقبرني لا دفاع أنا عن نفس ولا بس لأعرف كيف أصدقك أنت كرمال الحب أنا ما بعرف شو عم بتتخيل لسين هلا قده لا إذا واحد بدي يجي إزياء أكيد بقتلو